موسيقى اهلا بكم وحلقة جديدة من ساكر بلاس معكم هابزينجا والاسبوع دوت اخطر اسبوع يمر من اربع سنين فاتت واربع سنين جايين على المنتخبات العربية المرشحين الوصول لكاس العالم قطر عشرين اه اربع منتخبات افريقية عربية هلعبوا مباريتين يوم خمسة وعشرين ويوم تسعة وعشرين عندنا مصر تلعب عندنا المغرب يلعب عندنا تونس تلعب والجزائر كمان وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المنتخبات ديت كلها ونشوفهم في قطر عشرين النهاردة اتشرف ان يكون معايا ضيف عزيز علي انا يعني اشتغلنا مع بعض وكنا دايما على اتصال مدرب كبير هنا مغربي الجنسية لكن عربي وقريب جدا من القالية العربية هنا اقول له اهلا وسهلا بك كابتن هشام صواف الشهير بهشام بلاتيني شكرا حبيبي شكرا شكرا لك شكرا للستوديو انا نكون نشوفه نتابع وشكرا لكل الاسرة المصرية اخوان للمغرب شكرا لكل طبعا منلاحظين منلاحظين الكابتن هشام لبعضه عن المغرب اللغة العربية عنده شوية يعني محتاجة مساعدة فساعدك النهاردة في شوية باللغة العربية وانت ساعدني باللغة الانجليزية شكرا شزاك الله شزاك الله ان شاء الله هذا افهمك حتى عايز تكلم مغربي اتكلم انا احاول افهم شكرا مزيان مزيان الحمد لله طيب ممكن في الاول حالك تعرفنا بنفسك ومين هو هشام بلاتيني اللي كل الامريكان في المجال الكورة عارفينه وكتير من دول العربية مش عارفين هو مين فممكن توضح للسادة العرب انت مين شكرا حبيبي شكرا اسمي هشام صوف تولد في المغرب في 1968 خرج من المغرب 1988 جيت على امريكا قبل من امريكا مشيت على فرنسا من فرنسا رجعت عن المغرب من المغرب جيت على امريكا في 88 اسمي هشام صوف من مدينة القناترة بس انا بني ادم عربي بني ادم يقول الفرنسية او انجليزية امباسادور وفرنسا جميعا جميع خلال من المغرب لانفرق بديت بالتدريب وبدأت دخول لك مجال كورث القدم في امريكا هل كان سهل؟ كن سهل إلى بلاتيني السواف بأنه كنت نلعب الرقم عشرة في الفوتسال بات اندور بالحيوط الملعب المغلق في حيطان في حيطان ولعبت في الأوت دور مع سان ديوجو وقالوا لي الإسم هشام صعب بنبدله على بلاتيني كان عندي شعر بكلم بلاتيني ونلعب الرقم عشرة أطلق عليك بلاتيني من هذا الوقت في الأوراق بلاتيني هشام بلاتيني السواف في الأوراق بلاتيني السواف بس في الجوجل ما تمشي على الجوجل ما تمشيش على هشام صعب تمشي على بلاتيني السواف وبدأت في العام الأول بديت لندرب دراري صغار وواحد قال لي واحد مدرب المدرب اللي شافني أول واحد كان مدرب للفريق في فاليبول يو اس ناشنال تيم فاليبول الطائرة كوش طائرة هو من ألمانيا تيري ليسكفيتش وعجبتو كما نتكلم مع اللاعبين قال لي أنت تسلح تكون مدرب لا 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 قلت له بس أنا صغير باللعب قال لي لعب بس درب وهو عاوني في التدريب ليرجع مدرب البداية كابتن كانت دراسات ولا دربت الأول كانت دراسات كانت دراسات مهمة هو كنت للمشي نتفرج عليه هو يدرب الفريق الأمريكي اللي ربح في بارسولونا في الأولمبيك وكان يديني معاه يقول لي أنت تقلص وتشوفني وتعلم ويعطيني كتوب على كيف ترجع مدرب ومشي على اللايسنس ومن بعد الحمد لله مشي على من تما بديني ندرب في كلاب في سان دياغو في 86 المكسيك عرضوا لي ودرب للفريق الرجال للمكسيك قد جابني للدانع للمكسيك ندرب الفريق للنساء ومشيت لكأس العالم سانت كاما كابتن كان العارض دوت مشيت اشتغلت في المكسيك من 86 من 96 لتسعود وتسعين تسعود وتسعين ومشيت مع المكسيك معهم للمكسيك لكأس العالم يعني إحنا معنا مدرب عربي مغربي شقيق مسك في الجهاز الفاني لمنتخب المكسيك يعني ده شرف غير 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 يعني غير مقرر بصراحة يعني لما يكون معنا المهارات دي أو الإمكانات دي ومنستفدش بها في مصر أو في المغرب أو في أي دولة عربية ده طبعا تقصير من الإعلام تقصير من الاتحادات الرياضية إنهم ما بلقوش تدعو على حضرتك؟ بالعكس أنا كانت عندي هذه الحياة الحياة أنت تشتغل وتعمل كل حاجة اللي تقدر عليها والله يكتب لك اللي يكتب بس أنت تخدم تشتغل في تسعة وتمانين عديدة في فرنسا لكأس العالم عيطولية واشتغل في كأس العالم في ثمانية وثمانين في كأس العالم في كأس العالم بس عشن الجامل تعرف لو تطوير اللاعبين إزاي بتشتغل على تطوير اللاعبين في كأس العالم يعني قديدة كن عمين برنامج سنة ثمانية وثمانين لما كانت فرنسا مستضيفة كأس العالم مزبوط؟ يعني جابوا أربعين فريق أربعين فريق فريق لكأس العالم بأمباسادورز كل فريق في الكأس العالم جابوا معهم فريقين للأولاد تعالى خمستاش العام يكونوا كأس العالم للصغار مع كأس العالم الكبير وانا كن مكلف بكل غراسروت لما بداية الولاد الصغارين لما الناشئين أو بيسمهم البراعم وكل فريق كوتش كان رومينيغا جون ماريفا في البلجيكا ايدير برازيل كل المدربين كانوا اللاعبين في هذه البلدان كل فريق كان التوب بتاعهم أو الليدر بتاعهم كان واحد من الليجند أو من اللاعبين الكوبال في منتخبات البلاد المشهور كان برنامج حلو عظيم كانوا يعتبر الحلم لهادوك الأطفال كل مدرب عندهم الليجند وكان حلم يلعبوا الليجند في كأس العالم تحت الإفل تاور تحت الإفل تاور بورجي إيفل نعم بعد تسعة وتمانين مشيت على الكأس تسعة وتسعين كأس العالم للنساء مع المكسيك وفي ألفين وواحد مع الفريق الأمريكي اللي لا فريق الأمريكي كله يعرفوا النساء ربح جوج كأس العالم كأس العالم كأس العالم عيطي الكوستاريكا كانوا يلعبوا ضد المغرب في ألفين وثلاثة مشيت مع كوستاريكا الرجال مع ستيف سامسون كان هو المدرب الكوستاريكا اللي في تاريخ أمريكا واللي كان معه في كأس العالم نعم كنت أشغل مع ستيف سامسون ومشيت معه للعب مع المغرب في مراكش كان هو سعيدة في ماسك منتح بكوستاريكا هو كان المدرب والمدرب العام للفريق اللي هو تحت الحمد لله كانت في دراسات كثيرة اللي وصلوني على فين ده ياخدنا الموضوع المدرب المصري دايما المدرب المصري بالذات لما يكون في فريق اللعيب اعتزل مؤخراً ويكون نجم مثلاً هو زيهاش لسه بلعب بس نقولي يعني اللي هو اعتزل على طول بيمسكه فريق الناشئين على طول أول ما بيخلص حال انت مع الأراءة دي اللي هيكون أول من اللعيب يبطر التدريب يمسك فريق الناشئين الصغرين ولا الفريق الناشئين الصغرين اللي هما اللي هما متحت العاشر سنين أو بداية العاشر سنين يمسكهم مدرب يكون عنده خبرات يعرف ازاي تعمل معهم هو المدرب هو مدرب ليدرب الأولاد اللي هما يحبوا الكرة القدم خاصوا يكون لاعب من قديم مظبوط هادي واحد تانية ما يمشيش من اللاعب للمدرب أوكي حيث اللاعب مش مدرب في مارادونا لاعب عظيم بس مش مدرب مشهور محققش محققش في مدرب بدون دراسات وعرضوا عليها البي تيم بدون دراسات هو اخذ الفرق صغير البي تيم اللي هو الساكن اللي هو تيم بي هو مشهور على اليوت تيم ومن بعد يوت تيم الجونيور تيم جونيور تيم بي تيم بي تيم ريال مدريد بس خدد دروس كتيرة في المانيجمنت في الليدرشيب في البلاير ديفولومت في مهم انه في فرنسا أول واحد تكلم على هذا هو جيرار هوريي في سنة 2000 2000 من بعد كأس العالم الفرنسي إيمي جاكي دا استعملوا الساينس What do you call a sport science دا هربتم ينجحوا في ربح الكأس العالم جاب جيرار هوريي جيرار هوريي يقول لهم ما تدربوش اللاعب دربو المدرب ولا تدربو المدرب تنجحوا باللاعب وهذا هو اللي كلير فونتان المجلس كلير فونتان تكلف بالمدرب أول من بعد اللاعب تنمية المدرب أو ينمي المدرب يوسع قدراته يخليه فعلا يكون عنده الإمكانات التي يساعد لللاعب لأنه كده لو أنت ما دربوش المدرب ومدرب غير كوف وغير عندوش الإمكانيات مش يقدر يساعد اللاعب لازم الأول نبدل مدرب زي ما حدك بتقول طيب نجحات كتيرة سنين عذاب طبعا وشقة أكيد الحمد لله كل حاجة في شقة ولا في شقة في شغل في شغل الدراسة في شقة دايما في الهارد وورس شقاء يعني بلغة شقة ما فيش النوم فيه السفر كتير فيه الساكرفيس فاملي ساكرفيس تضحية تضحية مهمة تضحيات كتيرة جدا وفيه احترام احترام الكرة القدم احترام الإنسان احترام البزيشن تضحياتك مسؤوليتك مسؤوليتك أنت أسستانت أنتال هاتكوش أنت سكاوت تنجح في الدنيا يمكنك تضحية بسطة يجب أن نقول طيب نخلش اللي أنا قائب أكربيه هنا الستوديو هو مغرب المغرب المغرب مع الكونغو طبعا أنت بتتابع المنتاخ المغربي الحمد لله لا أبدا طيب هسبك المكروفون الكلمني أنت بقى على المنتاخ المغربي أنت اللي تسألني بتتأخذ المغرب هيلعب الكونغو في مبارئة مهمة جدا صعبة جدا خارج الديار خارج الديار مظبوط مظبوط المدرب بتاع الكونغو هو كوبر كوبر هكتور كوبر هكتور كوبر اللي كان ماسك منتخب مصر هل دوت بيسبب أزمة أو ألأ للجامعة المغربية زي بسمعه اتحاد الكرة المغربي إنه هو حافظ الدول العربية ولها قدام المغرب كتير وهي قدر إزاي يروض الأسود في هده في كرة القدم هو الشغل مش سهل للمدرب وهو مش حساسيش سهل للجمهور والدولة وكل حاجة أي حاجة اللي عنده قيمة كبيرة عنده تفكير كتير هذا قيمة دكعس العالم كل المسؤولين ما تكبر كل ما التفكير والموجود كبير هو هكتور هو كل الكتير من الناس يقولوا بأنها المباراة سهلة هي من أصعب المباراة لأنه كونجو ما لعبوش في كأس أفريكا هو كابتن بس ألفت للناس ومباراة سهلة ليه يعني مصر تلعب السنغال الجزارة تلعب الكاميرون تونس تلعب مالي مثلا عشان شوفنا مالي في كأس أفريكا برضو كان عندهم فريق كويس فحضرتك بتقول الناس بيتمتوقع الكونجو أقل منه مصبوط مصبوط هذا التفكير وتفكير يحترم الواحد يحترم هذا كل واحد عنده تفكير كي عنده على ماش يعرف بين الكوش ونرى كوش بالنسبة عنك الكوش عندي أنا هاد مباراة صعبة ليه لأن الكانجو ما عندناش دراسة عليهم ملعبوش فريق مبهم مغهول ماذا تسمعه؟ ماذا تسمعه؟ هو كم شابه 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 ماذا تسمعه؟ نحن لا نعرف نحن ليس كوش ثانية يا نحن لا نعرف كشفين نشوفهم مين مفيش بزفة المعلومات وعندوا لعبين جيب لعبين جديدين من نجليزة فرنسا وألمانيا وهو كان يلعب ضم ثلاث لعيب أكداد المنتخب المغربي ما عرفش حاجة عنهم أو ما عرفش إمكانياتهم إمكانياتهم أنا عرفوا اللعبين يمكنهم باش ما نعرفوش كيف هو يستعملهم ما عرفناش واش يلعب ربعة ربعة جوج هيحطم فين فين يحطم فين شكل يدي يلعب على الرايت ديفانس شكل يدي يلعب على اللافت ديفانس ما عرفوش في هذا بأن هذه أن المباراة صعبة بس احنا عدنا اللاعبين عدنا اللاعبين عدنا القدرة وهما دي جيو بأن اللعبو احنا خارجين على البلد هما دي جيو باش بأنه يربحوا ويلعبوا بالمهاجم الأوفنس they're gonna be offensive and احنا خصنا اللعبو بأن الديفان to win not just to defend اللعب ماشي باش تقلس للور يعني احنا بندفع بغرض الهجوم الهجوم بغرض ان احنا مندفعش عشان ننام في وراء وننجد ونجد عدنا عشرين ثلاثين لالكونغو ما سجلوش ما سجلوش هذيك عدنا فرصة مزبوط عدنا فرصة احنا على الربح وان شاء الله الربحو بأن عدنا الفريق حلو عدنا الفرق حلو عدناش العابة جداد اللي زوينين جايبين من بارسا ومن ويداد اللاعبين اللي كنا بغين يكونوا هنا ما جايينش ما كان مشكل ولكن عدنا فريق وحنا موجودين والجمهور لكل the games like this has emotions everybody has emotions but احنا نتاقو في الفريق طيب انت بعد يعني بعد مباراة كاس افروكيا اللي فاتت طبعا كان في شوية مش عاجون مشاكل في شوية اشعاعات تعالي العلاقة اللي ما بين زياش ومدارب المنتخب المغربي واني في اراءة يعني شخصية في واحد بقول انهم مش بيحترم اراءي والتاني بيقول لا ده هو اللي ما بيحترمش فانية المنتخب المغربي فما بين ما بين هذا وذاك اوكي هل هل انا مش عايز اخش بتفاصيل المشكلة بس عايز اقولك هل هذا الخلاف اثر على فريق منتخب المغرب في كاس افريقيا اللي فات الكاس الافريقي في نظري كان هو ان كنا نتمنى ونوصل لل الفاينل بس كان ما بينيه كان فيه تغيير فتغيير فتغيير تغيير اللب او تغيير ونوصل معلو ال down المعرفين كانوا متأكدون بعد اللعب مع مصر بس مع مصر مختلفة مختلفة اتفكرت احترام كثير لأخوتنا مصريين لا هو في المعب بس بس كان فرق عندي انا كمدرب كان يكونوا موجودين بانه تلعب تلعب احترام الفرق الاخر طب ده يرجعنا يرجعنا بعليزنا كابتن للدراسات انت اخذتها في امريكا انت قلتلي من فترة طبعا احنا على طب بتواصل مع بعض فبتقولي الدراسات اللي بناخدها في امريكا هنا فيها جانب نفسي فيها جانب زهني فيها تحضير زهني فيها دراسات على ازاي يكون مسيطر على الناحية النفسية داخل المباراة فهل ده يكون حاجة من ناقص اللي حصل في المنتخب المغربي قدام مصر ان هو سامها ويعني انهم الفكرهم توطر ام يا واتوي قرأتنا هنا في امريكا هو سامها فقتل خلال 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 ازاي يا واتوي اتساري خلال بنسبةكم، والتدريب في كثير من الأبواب، في الباب للجيم مادل، جيم مناجمه، البيانات، المناطق للعمل، يتعيقون الفريق لأسعب مرحل، الصلاح كان عنده كثير من الذهاب كثير من مساحات نحن نعرفه الصلاح أعطي المساحات الله ينك تقول في المغرب سلام عليكم شكرا شكرا سوف أراك سوف أراك علي جيدا أعتقد أنه ربما يمكننا أن نفعله أفضل لكنه إنه إعجاب إنه سعيد ومعارفة لتعلم يملكنا الكثير ولكنه سوف تساعدنا بالتعامل ولكنه أيضًا مع ذلك المغرب لقد فعلت جيد عربي عربي المغرب جيدا فهو سنين الأخرا لدينا المدير الفيدراسيون فوزي يا الله عمر هادر مع أنت خدام خدام زيان عمل شغل كويس شغل حلو جمهور تقلق كل بلد كل شركة كل بيزنس في هذه صعب تكون أب وده بس صعب تكون مدير لشركة صعب تكون أستاذ صعب تكون مدرب كل حق بس في حلول في حلول وفي فيه اللاجك 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 هو أن المغرب هو في موضع حلو هو فريق مشتهد ومستعد متزن يعني فيه اتزان بين الخطوط كابتن اللاعبين ما تخافش عليهم ماتش كونغو ما نخافش عليهم مع الكونغو مع اللاعبين عندنا اللاعبين عندنا فريق حلو عندنا فريق حلو يمشيوا إن شاء الله يتبعوا الخطة وإن شاء الله يكون خير طيب انت شايف ان بعد المباراة بتاعت الكونغو المبارايتين هيكون فيه هيستمر المدرب في المغرب بعد المبارايتين أنا منضنش فيه كلام بأنه من بعد المباراة هو المدرب ما يبقاش مع المغرب طيب أنا سمعت إشعات ان انت هيستعانوا بك في الاتحاد أو الجامعة الجامعة المغربية لكولة الكادر إن شاء الله أنا أنا الحمد لله أنا هنا لبلدي ما تحتاجني بغادني نمشي أنا نكون فرحان نعاون بلادي ونأخذ الفرصة باش نكون من الجامعة ونخدم على الجامعة طيب أنا أخليك بس تغمد عنك كده وتحلم أن أنت بقيت مدرب منتخب المغرب أول حاجة عاوز تشوف تغييرها أو تطورها إيه في الكرة المغربية الكرة المغربية أنا في الحقيقة أنا من موجود نشتغل مع الفيدراسيون المغرب في الستركتور من 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 ندرب المدربين وندرب واحدا من الفريق المغربية كالنساء اللي أنا كنت معاهم في كأس العالم مع المكسيك وكنت مع الفريق الأمريكي في 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 الناسي ومع المدربين جيل ألس اللي انتسرت جوش كأسين كانت تشتغل معايا وكانت رغض كأس عام ماريتين كابتل اشغال معاك في النفس اللي ناقش في المغرب أنه هو استركتور تدريب المدربين وعندنا أكاديمي حلو من أحسن أكاديمي في العالم أكاديمي الملك اللي طول عمرو ملك محمد السادس في الرباط أكاديمي حلوة بس احنا نحتاج أكاديمي كتيرين والناشنال ليكس عدنا هنا أنت اشتغلت فيها وأنا اشتغلت فيها عند تختار اللاعبين وتدريب المدربين تدريب المدربين تدريب المدربين تدريب المدربين مهمة جدا والليدرشيب والليدرشيب والقيادة فن القيادة والمغرب عنده المدربين كتيرين عنده مدربين وعنده مدربين إفريقيين وعنده من أحسن المدربين في هشم الدقيق هو اللي مدرب للفوتسال لتصل الى الكعس العالم في الفاينولز عندنا مدربين وعندنا زاكي وعندنا بزفد المدربين كلهم دول مسكوا عملوا بردو نتاق مش عدنا مدربين اللي ربحوا الكعس الافريقية من قبر من قبل من طيب ارجع ده ده انت جبتني لسؤال مهم جدا جدا المدرب الوطني مقارنة بالمدرب الاجنبي انت بتشوف المقارنة بتروح لمن هل هل المدرب الاجنبي يملك امكانيات اكتر من المدرب العربي لا 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 هذا قديم هذا التفكير قديم كنا نفكر بان المدرب من دولة اخرى احسن من واحد من الدول العربي هذا الوقت بدل كل المدربين اللي حدث في القرى خلى المدربين العرب يبالهم ادفانديج المدربين العربيين في مدربين عربيين حلوين هم يحتاجوا الفرصة اول حاجة انه البلد ديالهم تعتهم الفرصة وتساعدهم وتعطيهم الوقت بانه يبينوا بانه يمكنهم من نجحوه لما نجحوش هذه الساعة يمكنك تبدلهم ما في حتى شي مشكل ولكن ما اعطينا فرصة بعد الولد بلادك لتيفهم بلادك وبلاده في قلبه احنا شفنا الجزائر ربحات لكو بدافريك هادي الساعة عمين جمال بالماضي يعني عندنا تجارب نجحة عندنا تجارب نجحة وولد بلادك اه يعني مدربين محليين يدلوا يكسبوا يكسبوا بطولات ويعملوا اه اول مدرب السنغال ده بقى للوقتي مع فريق السنغال عشر سنين يعني اعتمدوا عليه والمشروع ناجح مدرب الجزائر نفس الكلام بقاله فتا دولة معهم مدربة دخل في ست سابع سنين واخد كاس افريكيا واخد كاس العرب ويعني ورح كاس العالم اهو هادي ان شاء الله العقدة تبدل وتبدلت بانه شوف ده في التاريخ تاريخ كرة القدم برازيل انتسرت بمدرب برازيل ايوا يعني فرنسا انتسرت مدربة وطني فرنسا مدربة وطني فرنسا مدربة وطني بورتغال بورتغال وطني اسبانيا اسبانيا وطني امريكا وصلت في كثير من كاس العلوء العالم ومجر بلد جديد في كرة القدم لعبوا في الف وتسامية وخمسين في اول كاس العالم بس وصلوا في كاس العالم مع مدربين بروسارينا باب رارليا ستيف سامسون في فرنسا واخدوا الوطني اول تتجولي حاجة هذا تنقولي هذا ه هدوور نسينا لا دمار هو دور نسينا اسمي الل voters الل coarse لا 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 بخد بالفعل نا مدربان لكل عند بحاجة من هذه الوطني وطني من المستخدمات الوطن جزاك الله أنا ديم دال ونجري معك بزيار لنتعلم العرب هذا واقب وطني هذا واقب وطني وطني نقوله نحن في الأسرة في الأسرة تتكلف بها أول أسرتك ومن بعد الدرب الحي ومن بعد الدرب البلد ومن البلد العالم هذا استعملوا في الكورة استعملوا في الشركة برجع نحل الفنية اللي عليها المدربين الوقت خلاص الوطنيين قريبين المدربين العالميين ليه الوقت بقي فيه انترنت بقي فيه تواصل بقي فيه تبادل معلومات زمان ما كانتش فيه كان ده زمان كان المدرب بيقولك المدرب أجنابي نجيب واحد من مجر واحد من يوغزلافيا واحد ما اللي كانش فيه تواصل لما كان بيجي يمسك المنتخبات كان بيجي بفكري احنا مش عندنا ما كانش الفكري المعلومات ما كانش موجود بس حاليا المعلومة ما فيش حق الكونيكشن او الكومينيكيشن بيتسهلة جدا عشان كده رفعت من قيمة المدربين كلها ما بقاش فيه حاجة اسمها مدربة عندهم امكانيات فنية اكتر متان لانه العلم موجود والتعلم موجود حبيبي بس هذا قرأنا عليه في الدروس ديانا باش ترجع اكاديمي ديركتر انتناشنالي كان في الدروس ديانا مهم عندك فيه الريسورسز ولكن تحتاج الليدرشيب الليدرشيب الانتبروفاشياليزم دي 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 الشخصيه او انت لتملكها كشخص دي الامكانت اللي بيوفرها لك وهاهدو يخصوم يكون هكده اوكي لمكانش يكن عندك Box وكان امكانيات بس ما عندكش الريجال اللي آآ قارين عنده الليدرشيب عنده الريدرشيب عنده الريادة يعرف كيفاش يتكلم عن الناس ويعرف كيفاش يدفلوب ليدرشيب وحاجة أخرى في الدولة العربية اللي إن شاء الله ده ما بدأت بدل مع الوقت هو أن الخوف بأن واحد آخر أحسن مني هو أحسن أحسن واحد يتقدم في حياته هو أنه هو أنه ما يخوف بالعكس أنا مني مني أخذت الأولمبيك ديفولومنت 14 الولاية في المتحدة 14 ستات بس أشرح للناس يعني دي هنا في أمريكا في حاجة اسمها ديفولومنت فور دي ستات كل ولاية في أمريكا بيقال لها منتخب والمنتخب ده بيدربوا واحد من المدربين الكبار المشهورين وبالعبوا بعض وبعد كده ده ومنهم تختار الفريق لأمريكا المنتخب أمريكا بيختاروا من هذا الريجن يعني كل ولاية بيتلعب فيه فريق وبعد كده فيه ريجن اللي هو تقريبا تهت أربع ولايات مع بعض صحة كابتن وبعد كده كل دول يلعبوا بعض في الأخر يوصلوا للتشكيل النهائية اللي يأخذوا بيها أي لا كأس فريق الدولة ومنين خدينا هاد القضية قلنا بيانا أنا منين خديت الدور بيانا مدير لأربعة عشر الولاية ونجيب ميو ميو عشر مدرب خديت لاجوان لأسيستان ديالي المساعد بتاعك المساعد ديالي خديت مساعد اللي كان مدير كان الأستاذ ديالي من قبل أحسن مني ليه بأن اللاعبين يستهلوا أحسن مدربين مضبوط وما نخافش أنا بأنه يأخذ بلاستي هذا منيتي يكون لديك فيه شك انت ماشي انت شك فراسك وواسك في نفسك يعم you have to be professional enough and حاجة أخرى as a professional you should never تنقولوا انا في المغرب تنقول أنا تنقولوا في المغرب لألا بأنك منيتي تكون خدام مدري professional عمرو ما تخوي لأفاليز ديالك كلها خلي النص شام حاجة يا سام حاجة don't never empty your luggage 100% leave half of it in it because sooner or later you have to leave as a professional you have to know that يعني ما بتطلعش كل الخبراتك مرة واحدة لا لا مش الخبرات when you get a job as a professional don't never expect you're gonna be there forever اوكي 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 يعني ما تنزلش لكنك راح الوتيل ما تفضيش كل يدومك مرة واحدة عشي قاز تمشي سيب الوتيل في نصي اليوم او او مجموز هتلاعب مالي وتونس برضو عندها فريق متزن وفريق عنده لعابة كواسية وبيلعاب برضو الميزة كواسية اللي في كل الدول العربية كابتن انه بلعابه بتاكتكس الوقت وازاي من غير الاول كان القوة كلها باللعابة العربية كانت قوة فردية الوقت بتحسن الفريق هو هو النجم والفريق كله هو اللي بيأثر على النتيجة والمداري بيعرف ازاي يتعام مع المجموعة فتونس نفس الكلام تونس عندهم فريق ورائب للمغرب ورائب لمصر نفس السلال تونس فريق حلو انا 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 نقول باللسبالية بان تونس انتاثر تونس ترباح اه تونس عندهم والمالي المالي ما عندهمش الراسورس اه الال المالي الامكانيات اللي محتاجة باش ينجحوه و تونس فريق حلو طيب خد باك نو هلعبه في مالي في مالي ماشي اولا هبقى في مالي بحل المغرب معاكم توقعاتك المشي داي انا نقول تونس يمكن تونس تربح بي جوج واحد جوج سافر ربناك يا من شاء الله ان شاء الله طيب الجزاير المشي اللي بعدي هكوني الجزاير الجزاير هذا السعادة لا بالكاميرون الجزاير في الكاس الافريقي ما خرجوش من الجروب ما صعدوش من دول الاول والكاميرون هم الفرق الثالث فريق صاحب الارض فكان لازم يوصل يعني بس هدا الصعب على الجزائر هدا الصعب على الجزائر كل الكل الماتشات كل هدو الماتشات يكونوا واعرين و جزاير مع كاميرون هدا صعب صعب كتير جزائر احنا نعرفه جزائر منين مني تتبغي تلعب رات تتلعب مني تتبغي تربح راتات عطي اللي اعطيها و لكن ايكون صعب صعب طيب مصر اه مصر مصر تلعب سينغال في القاهرة مصر تلعب سينغال في القاهرة و كل بوزيشن في تيران في لعب عظيم و بس قبل ما نوصل للكاميرا الماتش طب الماتش انا بقول انه وصعب ماتش فيهم كلهم لان هم كنا نسا ملعبين بعض في الفاينل في الفاينل فهم يعني هيلعبوا تاتة ماتشات في شهرين في شهرين يعني لعبوا ماتش الفاينل و هلقا لعبوا ماتشين واحد في مصر واحد في سينغال فعش كده ده الصعوبة و اني و هم بجوش يعرفوا واحد على اخر حافظين بعضهم حافظين التاكتج و هو تلعبوا التلعب و يتعرفوا التلعب و يتعرفوا التلعب و التجميع نوع الطاف و نوع القوة في كل لعب و مصر عرفت سينغال العبت معها في الفينال و سينغال عندهم الحارس يقول العالم يتكلم بأنه من الأفضل حارس في العالم ومصر عندهم حارس عظيم حراس مصر عنده حراسين محمد شناوي وابو جبل الاثنين بقوة عالمية الاثنين وعندك ماني عندك صلاح في كل فريق فيه فيه افراد هو انا بالنسبة لي من اصعب مباراة في العالم مش في الدول العربية مصر والسنجان احسن من احسن انا ما نحب هدك هدك ما يمكن ليش كل واحد خصوية تفرج فيه بس ان شاء الله ان شاء الله مصر زي اخوتنا ان شاء الله مصر تربح واخر بحونا في الافريق في الكاس الافريق انا ما متقلق عليك بس ان شاء الله خليك كمان تغمض عنك مرة تانية وتحلم ان انت مداري بتاع المنتخب مصري في المباراة ديت وتقول لي ايه افضل طريقة تلعب بها قدام افضل Sims ngal لو انت بتلعب من السنغال وس لعندك ماتي تاني في في سنغال ردو تسع ورصين من المعب افضل طريقة اخليها meng ras افضل تاكتيكس افضل ارجونيزيشان جوه الملعب انا العبت لكم دربت المسرة بانان 300фlon amendment teams pops up after the세요 نعمل استعمال للمدرب لفيربول حيث الصالح هو تفهمهم بزيان و أعطيت تقل مصرا ولكن لعبوكها حين بل كي تلعبوكها بل تفهم بل إيجبت الحمد لله مصرا عندما تضعوا مصرا لعبوكها فيزيكال، مانتال، تكنيكال، تاكتكال إذا كله يجب أن يجب أن يكون مدربة فأنت الى المدربة من communication دعوا أنك لا تجب أن تجب ان يجب ان يجب ان سنجال لعبوكها ماني، هكذا سبريعه ان كلها تجده فهوهه يجب ان تجب ان تجذكاء لا تضعه بمكس لا تضعه بمكس لا أعطيهم أكثر من الوقت ولكن أعطي أفضل محاولة و أحاول أن أصل إلى 30 منتظر طيب، لأنك تشعر على الناس الكلماتين الإنجليزية التي قلتهم دول يعني أفضل محاولة يعني أنت لا ترجعش قوي نعم، أفضل أفضل محاولة أفضل محاولة أفضل محاولة 50% 75% 100% أفضل محاولة أفضل محاولة لذلك هي حجلة معرفة محاولة معرفة خصوصاً يعني إلى 18 أو 25 ميارت نعم – أفضل محاولة أفضل وجدتك محاولة هذا هو شيء웃 إذا لو أنك تفعلها لأفضل محاولة إنسان أفضل مهم وتقدمها لمحاولة لكنه يوجد 15 دقيقة من بعد 15 دقيقة you gotta go after him يعني انت عايز تقسم المباراة الوقت control it يعني كنت رأيت خمس شهر ديئة مراحل مراحل or you have two things or you go 100% on the first 15 minutes and then you have to change it you don't want to play the whole game same way you have to make sure that Senegal does not know how you play and we are in America that I used to say the big five the big five is the first five minutes of the game last five minutes of the first half first five minutes second half the 75th minute and the last five minutes you don't you don't the first five minutes of the game last year هو الخامسة الأخرة الخامسة في الشوت الأولين أو الخامسة في الشوت الثاني الخامسة في الخمسة السبعين في سبعة السبع الى في الناس ويستطيع التفعيل لن نتعرف على التفعيل ويستطيع التفعيل على ذلك هذه الوقات المعارسة التي يجب أن نهارها كيف نهارها مجدداً وكيف نقوم بالكوية وكيف نظر الهداف هذا متابعة؟ هذا هو في المعارسة في كل مدرسة كل شخص يجب أن نعرفه فيه وفي مدرسة وفي المدرسة ولكن هذه هي مدرسة جديدة مدرسة مدرسة جديدة في التدريب نعم، حيث قبل بلا 4-3-3، عندك الأوسائي بلاييرز يتطلعون يهودوا ودابة في البرانت جديد عندك بأن السنتر باك تطلعت هو وفي هذه المباراة، هذه المباراة مهمة جداً العب المصرية لو حد بيسمعنا يأخذ باله ويركز في المباراة داخل الجام بتعمصه بسنغل طبعا فيه كلام كتير على نازلين يتكلم فيه، فتحديلي شهياتي نحن نتكلم بعجيات كتيرا بس طبعا الوقت بتاعنا مش هيسمح إن شاء الله على واحد إن إحنا هيتقابل تاني ونتكلم تاني إن شاء الله مرحبا في الجيمس تاكتكس وتدي للجمهير العربية خبراتك اللي بتدرسه هنا في التدريب إن شاء الله، إن شاء الله مهم إحنا بغينا الدول العربية تقدم إن شاء الله وكلها تمشي مصر المغرب، تونس، يمشيوا الدول العربية ويفرحوا بالدول العربية في الكأس العالم في قطر، وإن شاء الله مصر والمغرب يمشيوا تشرفنا كابتن إشام نهاردة وإن شاء الله بالتوفيق في كل خطوات هيك اللي جاية إن شاء الله، إن شاء الله، جزاك الله، شكرا هنخرج فاصل دلوقتي ونرجع لكم معانا فقرات تانية، استنونا ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا من مصر الكابتن شريف سالم المحل الرياضي والناشط الرياضي الكبير اللي أنا بفتخر دائماً بلقائي بيه وعايز أقوله إزاك الشريف؟ حبيبي يا كابتن مصر، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، من الأجواء عندك عاملة إيه بما بين مرش مرشو السنغال، الأخبار يا عندك؟ والله يعني زي ما أنت عارف دائماً المطشوط الكبيرة بيبقى فيها قبلها كده شوية حماس زيادة ففيه أخبار معانا جاية من معسكر المنتخب إن فيه تفاقل إن اللعبة مركزة، الجهاز مركز أعتقد يعني التفاقل بدأ نسبياً يزيد حتى بعد كلام عمر الصلاية اللي قاله النهاردة أو مبارح كان بيتكلم على فكرة إن إحنا مركزين ومركزين من بعد النهائي إن إحنا لازم ناخد بطاعة السعود وإن إحنا نصعد ونلعب كاس عالم فأعتقد الأجواء يعني فيها نوع من أنماع الحماس والاستقرار شوية في معسكر المنتخب حتى الحتة بتاعت إن دائماً كان معسكر المنتخب بيخرج منه أخبار كثير مش حصلة قوي المرادة فالو يمكن ديمت تسريب يعني كان بحصل فيه تسريبات كثيرة في المعسكرات اللي فاتت مظبوط؟ آه باستمرار باستمرار كان دائماً فيه تسريبات إن كان للتشكيل أو حتى أخبار كنا بنلاقي اللعبة فيه ناس بتروح تتصور معاهم ممثلين أو حتى ناس من اللي هم في الكوميونيتي ده يعني لكن الدنيا يمكن المرادة أحسن أحسن شوية يعني طيب أسألك أخبار طريقة اللعبة إيه أو اللاين أب إنت شايف فيه حاجة استشفتها من التدريبات وشايف إنه ممكن يكون التشكيل الأمثل إيه والطريقة بتاعت اللعبة إيه؟ هلأ عندك فكرة ولا لسه الموضوع غامض؟ هو فيه برضو يعني يمكن دي الحتة اللي تسربت يعني هو ما فيش حاجات كتير اللي تسربت بس يمكن الحتة دي تسربت شوية في ناس بتقول إن في معسكر المنتخب فيه كلام على إن المنتخب هي لعب أربعة 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 أثنان ويغير أربعة ثلاثة ثلاثة وإن كنت أنا أعتقد إنه ده مش هيحصل لأن الراجل قوي في الحتة اللي هي بتاعت إنه هو مركز عنده عنده قوي في طريقته وفي أسلوبه فمعتقدش هي بفيتة غير قوي في الطريقة لكن يمكن اللي ممكن يغير الشكل شوية هو الحتة برضو التانية المتسربة إنه أفشة واخد أدوار في المعسكر حتى الصور اللي نزلت دايماً أنا بحس إنه فيه رسال بتتبعت كده بقراءة الميديا ففيه رسال نزلت كده وصور لأفشة لأ كان مبسوط وبيضحك ومندمج مع اللعيبة فيمكن ده ممكن يكون ريفليكشن لحاجة بتحصل في التمرين فأعتقد إنه ممكن نشوف أفشة على حساب حد من الثلاثة اللي في نص الملعب علشان يدينا حتة شوية البلاي مايكينج والشغل اللي بيبقى فقلب الملعب الهجومي شوية ممكن يعني يكون فيه تدعيم شوية للسلازي اللي بيلعب قدام في أربعة ثلاثة ثلاثة ولكن التغيير الأربعة أربعة ثلاثة ما أعتقدش إن ده هيحصل قد طب يعني المفاجأة الوحيدة لكون في التشكيل هيكون دخول أفشة آآ الحداشر بدا اللي بتتوقعه؟ آآ أنا توقعاتي لا ده اللي بيتقال لكن توقعاتي أنا أول راجل الحقيقة يعني اللي احنا شوفناه منه إنه ما كانش عنده اقتنوع كبير قوي بقفشة في خلال البطولة العربية وبعدين استبعده في أفريقيا وبخاد عبدالله السعيد عبدالله ما أقنعوش قوي وأحبط الراجل شوية وكان الراجل تحس إنه هو خرج من تجربة عبدالله كان ديسابوينتت شوية في فكرة إنه آآ عبدالله ما قدمنوش اللي هو كان بيتمناه بعدين آآ آآ بشوفنا خلاص عبدالله من بعد البطولة آآ الراجل اللي انت برح حساباتي طول الفترة اللي جاية وعلى أساس كده عبدالله أخد قرار بأنه هو اعتزل آآ دوليا فأعتقد أعتقد أفشة أنا أتوقعاتي أنا شخصية ممكن ما يبدأش لأنه برضو ممكن تكون فيه شكوك عند الراجل في تجربة آآ آآ أفشة لكن آآ أعتقد آآ الكلام اللي بيتصرب برضو مش مش جاي من وحي الخيال يعني كايز يكون الراجل عايز يدي عبدالله تجربة آسف يدي أفشة تجربة سيء اللي ادها لعبدالله في الطولة أفريقيا ويبدأ بيه لأن برضو المنتخب بيفتاقت شوية كابتن زينجا للعيب الكارير اللعيب اللي بيقدر يشيل الفرقة من التلت الأول والتاني يخرج بيها يروح للتلت التالت ويبدأ يشتغل تحول اللي بيعمل تحول الهجوم اللي بيصنع آآ فرص محققة قدام الجون احنا فعلا محتاجين لهو صنع اللعب اللي بيعمل الحركة دي ما عندناش اللي يبدأ بس انا بس اخف من كلامك وقولك الراجل ده اللي هو كروش هو مهمته رئيسية هي استعود لكاسر عالم عشان كده الشرط الجزاء اللي عنده او الاشتراطات اللي عملها الاتحاد الكرة بالنسبة له هو ان هو يودينا كاسر عالم ولو ما ودناش كاسر عالم يبقى فيه كلام تاني بالنسبة للعقد بتاعه فمش ممكن هو يجازف ويغير من من ما بين شهر دلوقتي باننا شهر من آآ من كاس افروكيا لحد دلوقتي ما اعتقدش ما ممكن يغير في التشكيل آآ وينزل حد تاني انا اعتقد ان هو هي الا ازل هو بيعمل تمويه لفريد سنغال اي رأيك في كلامنا او الراجل في المتمر الصحفي الحقيقة يعني بقى احبط الناس شوية لما كان بيتكلم على بطولة افريقيا قبل بطولة افريقيا على طول وقال انا مش جاي عشان بطولة افريقيا والناس اللي تعقدت معايا في الاتحاد ما تعقدتش معايا عشان بطولة افريقيا فالناس بدأت تحس ان الراجل رايح هناك آآ لا ممكن نخرج من دول المجموعات او الراجل رايح يقرب والحقيقة ان احنا من مطش ناجيريا يلقنا شوية بعد كده بدأت الدنيا تمشي وبدأ يبقى شكل منتخب في تحسن ولو تحسن يعني طفيف وبسيط وبعد كده ربنا قرمنا ووصلنا النهائي فالراجل هو من نفسه قال في المتمر الصحفي انا جاي علشان كاس العالم طيب عشان كده عشان كده هو الوقت يوجه عشان كاس العالم كاس العالم عندك اهو فرجنا تعمل ايه فهو مش مش ممكن هو يغير في الوقت الاستغير دوت ويجازف بحد دم وجهة نظري طيب سؤال آآ تاني صلاح ازرف اصابته قال هو جاهز مية في المية ولا هل هو يتضرب مع الفريق؟ هل بيتضرب آآ منفرد؟ هل بيتضرب في آآ هل بيعمل استشفاق؟ لا لا صلاح صلاح نزل لا صلاح نزل التمرين يعني آآ صلاح موجود في التمرين صابته كانت حاجات خفيفة جدا مع ليفر بول يعني أوكي وهو هيلعب جاهز بيا في المية محمد صلاح ما فيش اي شكوك يعني حوالي من الموضوع هل انت من وجهة نظري ممكن يغير في في ادوار صلاح يلعبه في آآ راس حاربة؟ آآ التجربة دي لو تفتكر في مواتش ناجيريا للأسف بقت بفشل زريع يعني فمعتقدش انه هو آآ هيبدأ يحط نفسه في اللي انه هو راجل بيتعلم من تجاربه يعني برضو احنا شوفنا فيه تجارب حاجات تتجربها وترجع عنها فمعتقدش قصة انه هو هيبدأ بآآ بصلاح في مواجب آآ اعتقد هيلعب على على الجناح اليمين أو الوايت فورورد زي ما بيلعب في اربعة ثلاثة ثلاثة واعتقد آآ آآ كمان مصفى محمد جاي من من دفع دفع كويسة من مواتشين برشلونة كان عنده دفع كويسة من المواتشين وجاي من 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 لبل كومبتيشن عالي فده ممكن يكون برضو دافع عند الراجل ان مصطفى محمد هو اللي يدخل ويلعب اساسي طيب انا كنت بتناش معاك من فترة ويقولك سياسة او طريقة لعب كروش ان هو دايما بيستدرج الخصوم ويحاول لعب على اخر اخر لحظات المباراة وهو دايما عمل كده في كاس افروكيا وان هو بيستهلك الفرقة الكبيرة وبيحاول يعني يستنفس قدرتهم بحاس ان هو يكسف اخر مباراة هل انت لسه عندك نفس الرأي انا اه انا عندي نفس الرأي انا يعني بسرعة كده لو نفتكر مع بعض المواتشات ده كابتن مواتش الجزائر 0-0 بتاع ابترول العربية بعدين ده المواتشات بتاعة الفرقة الكبيرة يعني بعدين مواتش تونس الراجل اللعب فيه زي لحد تريبا البيئة 90 كان معاف في المواتش ومستنى يدخل في الشوتين الاضافيين بس للأسف حصل الان جول بتاع عمبر سولاية اه ماتش الوردن اللعبنا 120 دقيقة ماتش كاتر اللعبنا 120 دقيقة ادوار اقصائية قدام كوديفور اللعبنا 120 دقيقة المغرب اللعبنا 120 دقيقة الكاميرون اللعبنا 120 دقيقة السنغال في النهاية اللعبنا 120 دقيقة فاحنا الحقيقة يعني هو الرجل بيحاول على قد ما يقدر يوصل لابعد نقطة ممكنة في المباراة بان هو الاول ما يستقبلش هدف ولو قدر ان هو يسجل ده بيكون يعني في مصلحة الفرقة او هو لو قدرنا نعمل كده فبيكون كويس اهم حاجة ما نستقبلش فهو الرجل بيحط 80-90% من شغله في الشكل الدفاعي ان هو يحافظ على ان هو ما يستقبلش هدف وفي نفس الوقت بيحاول ان هو هو عارف ان الرجل المخاطط الاحمال اللي معاه مش مشغل كويس قوي على الاستامنة بتاع اللعيبة هو واضح في التمرين وواضح في المتشاط اللعيبة الاستامنة بتاعها قادر يوصل 120 دقيقة وبيقادي بشكل كويس فهو واضح ان الرجل اللي هي دي ده ما نهجه ان انا بلعب لحد اخر لحظة ان انا ما استقبلش وابدأ اشتغل على التشانس اللي بتجيلي حتى لو كانت قليلة ان انا ابدأ اسجل منها لكن ما عندوش هو الرزق بتاعي ان انا اخرج من المناطق بتاعتي وابدأ اروح واسيب مساحات فاضية في ظهري وانا اللي شافوا ان اللعيبته متخب مصر كمان تفهموا الموضوع دي كويس قوي وعندهم تلعبوا بهدوه بلعبوا بكياسة جدا في وسط الملعب والبكات وخاد الدفاع حسنا لما حتى بيخرجوا بالكورة بيخرجوا بطريقة منظمة وفيها بفاست سرعة وما فيهاش استعجال فده تأكيدا لكلامك طيب انت بتوقع كمان نفس الموضوع هينفزه في المرش التاني ولا يبقى فيه تغيير شوية يعني ايه هو نفس الستايل اللي عمله في المرش التاني اللي هيكون في السنغال اعتقد اه يعني اعتقد ان هو الرجل واضح انه في كريتيريا معينة الرجل بيشتغل عليها وغالبا ما بيفرقش معاه قوة الخصوم يعني احنا لعب المغرب زي كوديفار يعني بيلاعب الفرق كلها تقريبا بنفس الكريتيريا يعني فانا حاسس ان هو الرجل مش هغير كتير ممكن يكون فيه جزء بس ايه ريزكي بسيط في الكاهرة لان انت محتاج تستفد من عمل الجمهور انت تقريبا الملعب هيبقى فالكاباسيتي فانت ده دي نقطة مهمة جدا للمنتخب وللعيبة فممكن يستفد من ده شوية احنا نضغط على التحكيم شوية نضغط على فرقة السنغال شوية نضغط بالدفعة بتاعت الجمهور في اول ربع ساعة ده ممكن يكون اه يدخل في حاتة الريزك شوية ان الرجل يبدأ اه اوكي يدخل جزء الريزك لكن اللي في السنغال ده اعتقد اللي هيلعبه بالطريقة المية في المية احنا شفناها في كل الموتشوات الكبيرة في قوم افريقيا في مية في المية شغل على فكرة انه انا هقف واقفل مساحاتي كويس ما سيبش مساحات في ظهري ما سيبش مساحات ما بين والسنتر باكس الناس المتفيلدر ستوعي يقفلوا الهافيس بشكل كويس دي اعتقد كلها حاجات الرجل هيشتغل عليها بس ممكن نشوف تغيير ولو بسيط في القاهرة لكن في السنغال اعتقد ان احنا مية في المية كروش بالنهج بتاعه اللي احنا شفناه في البطولة العربية وفي بطولة افريقيا طيب اه توقعين محتاجهم منك اول توقع التشكيل يلعب به منتخب مصري امام السنغال يوم الجمعة التشكيل اعتقد الشناوي فتوح ناحية الشمال وعمر كمال ناحية اليمين اه محمد عبد المنهم والبنش هيلعبوا الاتنين في خط الدار قدامهم هيبقى تلاتة اه اه عمر السلية اه اه حمدي فاتحي وهنا هيبقى خلاف بسيط ان ان محمد النني من وقت ما ماشي من امام افريقيا مشاركش مع ارسنل ممكن يكون الراجل خايف من ان النني بعيد طول الفترة دي فيبدأ بقافشة او هيبقى عنده ثقة في النني فهيلعب يعني هيا دي ده المركز الوحيد ممكن يبقى فيه نقطة خلافه ولوه بسيط ان النني اه ما عندهوش ده اي لعب رجله مش فيه ملعب وممكن الراجل يلعب بقافشة على حساب محمد النني لان احنا لاحظنا كمان في البطولة افريقيا ان النني اخد تلات ماتشات على ما بدأ يستعيد فورم عشان نشوف منه اداء كويس يعني اول اداء كويس للنني في البطولة كان في ماتش كوديفار بعد ثلاث ماتشات فممكن الراجل يكون برضو يعني من خلال التجربة دي حس ان النني لما بيبعد قوي في ارسنل بيحتاج دقائق لعبة اكتر مع المنتخب عشان يجيب فورم فاعتقد دي الحتة الخلاف الوحيد اللي هو يا النني يا اه محمد مجدي افشة التلاتة اللي قدام هيبقى صلاح ومصطفى وامرموش مرموش كمان جاي من فترة اون فاير مرموش يا تريس جيه اه تريس جيه بدأ يستعيد جزء من مستقياف تركيا لكن مرموش اون فاير في الاسبع الاخيرة وحتى دخل في في فرقة الاسبوع في الدوري الالماني الاسبوع الفاتح فاعتقد هو جاي من جاي من فورم عالي وجاي ومسجل هدف وعمل اسست لا يعني اعتقد ان الفورم بتاعه هيخليه حتى يبدأ كده 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 هو ده رقم واحد عند الراجل اصلا واحنا شفناه عن يعني هو رقم واحد عند الراجل في كل الماتشاط في بطولة افريقيا لكن كمان غير ان هو رقم واحد لا هو جاي من فورم عالي فما اعتقدش ان مرموش هيقضي. توقعاتك تاني توقع توقعاتك لنتيجة المباراة والنتيجة الامثل اللي تريحنا في الماتش التاني هتوقعين. النتيجة الامثل بالنسبة لنا ما نستقبلش اهداف يعني لو احنا روح السنغالي. سفر سفر احسن بكتير ما نروح كاسبيني اتنين واحد مسلا. او تلاتة واحد. نروح نروح بسفر سفر ده افضل نتيجة بالنسبة لي اقاسف نروح من غير ما نستقبل اهداف افضل نتيجة وهي السفر سفر. لكن لو قدرنا نسجل ده هيكون يعني واحد سفر اوكي اتنين سفر. انا اهم حاجة عندي من احنا في القاهرة هنا ما نستقبلش اهداف. حتى لو مش نسجل. اه لكن لو قدرنا نسجل هدف او اثنين طبعا يكون عظيم يعني. طب اتوقعتك المباره بقى. اه اعتقد ان طبنا ايكم. اعتقد ممكن ان شاء الله بيزنى لان اكخب واحد سفر. ان شاء الله. شكرا نخرج فاصل. وكنا معاكم في حلقة اليوم من ساكر بلاس. كان معانا الكابتن كبير هشام صواف. اتكلمنا في التدريب في امريكا وطرق التدريب المختلفة. واراقه في اه ماتشات المتخبات العربية اللي ترعب يوم خمسة وعشرين ويوم تسعة وعشرين. وكمان كان معانا اه اه اتصال من مصر مع الكابتن شريف سالم عن استعدادات متخب مصر و واجهة نظره في الماتش الخمسة وعشرين. ان شاء الله اه نتمنى توفيق لكل منتخبات العربية ومنتخب مصر في ان هو يوصل لكاس العالم قطر عشرين. وان شاء الله اه نشوفكو في حلقة جديدة من ساكر بلاس. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة